بدأت منذ قليل فعالية مؤتمر بيونخ للأمن بمشاركة رئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور 35 من رؤساء الدول والحكومات وخمسين وزيرا للخارجية وثلاثين وزيرا للدفاع وستمائة من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين أزمات صراعات خلافات دولية وسياسات عسكرية وأمنية في العالم عنوين تخيم على أجواء مؤتمر بيونخ للأمن الذي يبدأ أعماله الجمعة الخامس عشر من فبراير أربعون رئيس دولة وحكومة ومئة وزير يشاركون في المؤتمر الذي يختتم فعالياته الأحد المقبل يشهد الجميع خلال ثلاثة أيام أكبر وأهم لقاء من نوعه على مستوى العالم والذي يبدأ هذا العام في ظل عهد جديد من المواجهة بين أمريكا وروسيا والصين يتزامن ذلك مع فراغ في السلطة بالنظام العالمي تصريحات أقر بها رئيس المؤتمر فولفغانج إشنجر والذي يرأس المؤتمر منذ عام 2009 وأكد أن مؤتمر ميونيخ يهدف إلى معالجة القضايا الأمنية ومناقشة وتحليل التحديات الأمنية الرئيسة الحالية والمستقبلية من خلال المناقشة وتبادل الأراء حول تطوير العلاقات عبر الأطلنطية وكذلك الأمن الأوروبي والعالمية وكالعادة مصر حاضرة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي والذي وصل إلى ألمانيا الخميس زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا تتضمن أيضا نشاطا مكثفا حيث من المقرر أن يلتقي عددا من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات كما سيلتقي السيسي كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات في ألمانيا والعالم في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية واستعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات المشاريع التنموية الجاري العمل بها ويعرض الرئيس السيسي أيضا رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019 وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة وتسهيل حركة التجارة البينية في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ويعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث في الجلسات الرئيسة للمؤتمر منذ عام 1963 ما يؤكد مكانة الرئيس السيسي لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية فضلا عن الأهمية التي تعلقها تلك الدوائر على دور مصر في المنطقة والحفاظ على استقرارها خاصة في إطار التصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية مؤتمر ميونيخ للأمن يعد منصة فريدة في العالم للنخب الدولية في السياسة الأمنية وليس هناك مكان آخر في العالم يجمع هذا العدد من ممثلي الحكومات وخبراء الأمن لدرجة أنها في تصنيفها الجديدة وضعت جامعة بانسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وضعت المؤتمر للمرة الرابعة على التوالي في مرتبة أهم مؤتمر في العالم